موسيقى أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الكاتب والمحامي الأورديني الدكتور محمد أبو هزين تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد احذر صهيون هنا غزة احذر صهيون احذر صهيون فلا مهرب بدء التاريخ هنا يكتب احذر صهيون فلا مهرب بدء التاريخ هنا يكتب أصداء الكون بنا هتفت في غزة شعب لن يغلب أنشب أظفارك أنشب أظفارك إن لنا علما بالقط إذا استكلب أنشب أظفارك إن لنا علما بالقط إذا استكلب عربدة الموت سنلجمها عربدة الموت سنلجمها جئناك أسودا فتأهب ستضيق الأرض بما رحبت وتكون كأهون ما يطلب سبعون سبعون مضت ما زلت بها فأرا في الظلمة يتثعلب سبعون مضت ما زلت بها فأرا في الظلمة يتثعلب لكن لم نغف اليوما كنا ثارات تتوثب وتعد لرأسك مقصلة عطشة لدمائك فترقب ما عاد يفاجئنا صمت في سوق الساسة يستعذب ما عاد يفاجئنا صمت في سوق الساسة يستعذب الكل يتاجر في دمنا بجحيم الذلة يتقلب لا زحف لديه سوى زحف لحذاء السادة يتقرب لا زحف لديه سوى زحف لحذاء السادة يتقرب ما لم يهتز له عرش فيقين يوما لن يغضب احذر صهيون هنا شعب تعب الطاغوت ولم يتعب افعل ما شئت لنا رد هو فوق خيالك بل أغرب من أقوى بل قل من يبقى من أقوى بل قل من يبقى في هذه الأرض ومن يذهب في هذه الأرض ومن يذهب بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أوقاتكم يسعدني أن أقدم كتابي هذا شقاء السنين من خلال قناة الرافدين للتعريف بسيرة ذاتية كما ذكرت في على الغلاف هي عبارة عن سيرة فرد في مسيرة مجتمع أو في مسيرة شعب والكتاب باختصار يتحدث عن مراحل حياتي كما ذكرت في المقدمة هو يأتي في خريف العمر لاستعراض فصول العمر السابقة واللاحقة يتحدث الكتاب عن مراحل حياتي منذ الطفولة الأولى مرورا بمرحلة الكتاب ثم الانتقال إلى المرحلة الابتدائية ثم الانتقال إلى المرحلة الثانوية والتحصيل المتميز في المرحلة الثانوية التي قادتني إلى الدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت ومن ثم انتقالي إلى مرحلة العمل المؤقت وبعد ذلك الانتقال إلى مرحلة التخصص في طب الأطفال فأنا طبيب أطفال وكاتب وأديب في نفس الوقت ولذلك أعرض هذا الكتاب على هذا الأساس وأرجو أن ينال متعة من يقرأه بتأنن على مهل وأشكركم شكرا جزيلا الخط العربي فن جميل أبدأ فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم أهلا وسلم بكم الآن سنتعلم كيف نحسب ونطبط طريقة الحساب الذهبي للحرف العربي في أولى الحروف حرف الألف قلنا أن يجب أن يكون لدينا خط أفق نتعلم عليه ثم نحسب بقطة القلم يجب أن تكون عمودية وأفقية حصرة يعني حساب يكون إما عمودي أو أفقي نتعلم فقط نبدأ ومن المصادفات الجميلة أن حرف الألف يصعد أفقي عموديا سبقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في رقم ثلاثة نضع قطة قلم أفقية ونعلم على وسطها نأتي إلى رقم سبعة هنا يوضع القلم لأول مرة في تاريخ القط يوضع حساب دقيق بحيث يعطيك النقطة الأولى أين تضع القلم وكميله هذا الميل خط النسخ الميل يحتاج إلى درس خاص الآن فقط نشرح كيف تكتب ننتقل من رقم سبعة نمر على ستة لنمر بأربعة ثلاثة وكأننا نكتب حرف آس تمام إلى رقم واحد نضع قطة قلم أفقية معناه طريق القلم بدأ هكذا من سبعة مرة برقم بين ثلاثة وأربعة مرة بنسف قطة وانتهى بقطة كاملة معناه ميل حرف الألف بالحساب الذهب هو قطة كاملة نبدأ بها ها هي ثم نصعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من درقم ثلاثة نصف ثم نأتي من هنا نمر بثلاثة ونتوقف من درقم واحد بميل واحد بهذا الحساب نستطيع أن نكتب ألف ألف بنفس المستوى بنفس الدقة وبنفس الميل شكرا جزيلا أما الآن فأدعوكم إلى متابعة هذا التقليل الثقافي افتتح بالعاصمة الأردنية عمان المعرض الدولي الذي أقامه الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية في جلري بنك القاهرة عمان أنا سعيدي اليوم بالتواجد بالملتقى الأول للملتقى الأردني الخط العربي والزخرفة الإسلامية هذا الملتقى الدولي الأول هما كل سنة أو كل سنتين يصير معرض بس أغلبها محلية هذا الملتقى حقيقة الأول مرة يصير على مستوى دولي في مشاركات من مختلف أنحاء العالم لكوالة ما اللوحات ممتاز جداً وجميل جداً في تجارب مهمة موجودة متنوعة الاتجاهات فيها كلاسيكية وفيها حداثة فيها معاصرة شاركتي في لوحة في الزخرفة التذهيب عن مقاس العمل ستين في ستين صفحة ظهرية كاملة فل زخرفة على الزخرفة المتبعة السائدة في القرن الخامس عشر الميلادي أسلوب الزخرفة العثمانية منفذة في تقنية التذهيب الذهب المستخدم ذهب حقيقي عيار تمنتاش قراط واحد عشرين أربع عشرين الألوان المستخدمة ألوان المعرض الذي استمرت فعالياته مدى أربعة أيام شهد مشاركة واسعة وفعالة من فنانين وخطاطين قدموا من ثمانية دول عربية بالإضافة إلى فنانين وخطاطين من تركيا وإيران كاركت بلوحتين جالي ثلث واحدة وإنك على خلق عظيم والثانية على قدر أهل العزم تأتي العزائم التركيب الأولي على شكل بصلة والثاني على شكل اللي هو سطور وكان العمل كان كله بأدوات طبيعية قصب طبيعي وورق طبيعي إذا بدي أحكي عمال بشكل جدا مختصر أعمالي كانت باستخدام الخط الكوفي الشطرنجي كانت لمقولة لابن سينا الوهن نصف الدواء والاطمئنان نصف الدواء والصبر بداية الشفاء وكانت اللوحات هي عبارة عن أبواب ولكل باب قفل والأفل هذا مفتاحه هو بداية الشفاء فلهيك كانت اللوحات بدايتها من الأرض للسماء لأنه إحنا في عالمنا الأرضي وارتقاءنا هو روحي فكان ولابد البداية تكون أرضية باتجاه السماء هاي مشاركتي من وقت تأسيس المعارض الملتقى الخط والزخرفة إلى الآن يعني فجمالا دائما بنشارك ومنشكر الملتقى على التنظيم والتنصيق والتواصل مع المزخرفين والفنانين هاي المشاركة أو هذا النسخة من المعرض كان لها بصمة جديدة إنها كانت دولية مشاركات من السعودية من الإمارات من العراق من الأردن أكيد تنوعت اللوحات في المعرض وضجت أرويقته بالألوان والكلمات التي عكست شخصية الفنان ورؤيته لقضايا عديدة الخط العربي والزخرفة الإسلامية من الفنون الأصيلة التي ما زالت تستهوي عشاق الفنون ومحبها حول العالم فهي حجر الأساس للفن الإسلامي برمته ومنها اكتسب جمالياته عبر العصور مريم الجميلي لبرنامج فضاءات عمان أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمحامي الأردنية الدكتور محمد أبو هزين فاسمحوا لي أن أرحي بيب ضيفي أهلا وسهلا بك دكتور محمد ضيفا على الرافدين وعلى برنامج فضاءات كل الشكر والتقدير لكم ولقناة الرافدين مع الاحترام والتقدير وأنا يشرفني أن أكون ضيفك اليوم أستاذ محمد يحياك الله ونحن لنا الشرف والسرور يا دكتور بإصدارتك الله يخليك الكاتب والمحامي حضرتك دكتور أنت دأبت على كتابة مقال أسبوعي في جريدة الرأي الأردنية جريدة الرأي معروفية الجريدة الأولى في الأردن بدي أن نطلأ من خلالك ما هي طبيعة القضايا التي تتناولها وتتعرض لها في هذه المقالات أسبوعيا في الحقيقة أنا يعني موضوع الكتابة كان يعني منذ الأيام المدرسة واتطور إلى أيام الجامعة وبعدين يعني حتى أصبحت محامي ففعلا كنت أكتب مقال أسبوعية بصحيفة الرأي لكن الحقيقة الأكثر المساحة الحرية أكثر لما صار عندنا المواقع الإخبارية ولذلك صار يعني سقف الحرية أكثر في المواقع الإخبارية وأنا أعتقد أن الكاتب يجب أن يكون يعني يكتب في السياسة في القانون في كل شيء حتى الكتابة الساخرة الكاتب الملم المثقف العميق يجب أن يكتب في كل شيء إذا يعني طرح أمامه لذلك أنا يعني فعلا بدأت في صحيفة الرأي وكنت أكتب في البداية كهاوي وكنت أكتب في المجلات وكنت أكتب في المواقع الإخبارية العالمية وفي الصحف العربية الأخرى والحمد لله يعني الإنسان استطاع أن يطور نفسه إلى أن وصل أنه يكتب في أي موضوع لكن هذا حقيقة أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تكون ناجحا ككاتب أو يعني أو مثقفا إلا إذا كنت في البداية ناجح في مينتك نعم يعني أنا أقول مثلا أنا كمحامي وأستاذ جامعي يجب أن تنجح في مينتك أولا وتنطلق إلى المشارب الأخرى من العلم والثقاصة والمعرفة نعم إذن أنا أفهم من ذلك أنك تكتب في قضايا مختلفة نعم وفي كل قضايا التي يعني ترد على سطح سطح المشهد الاجتماعي والسياسي في البلد جميل من المقالات التي كتبتها حضرتك أحد المقالات حملت عنوان رسالة إلى عجوز البيت الأبيض يعني مقال يعكس جانبا من مأساة الفلسطيني في غزة نتيجة العدوان الصهيوني وتناولت فيها مجزرة شارع الرشيد على دوار النابلسي وانتقدت فيها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في هذا المقال لكن دون أن تذكر اسم الرئيس يعني فقط أنه ضمنا المقصود هو الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وطبعا تناولت مقولة له قال أن توقيت وقف إطلاق النار غير مناسب يعني كل هذه الجرائم وكل هذه الفضاء التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه أهلنا في غزة يقول الوقت غير مناسب معناها أنه يعطى الضوء الأخضر لإسرائيل أذبحه أكثر ومزيد حضرتك خذت هذا المقطع استعارت هذا المقطع ونشرته في المقال أنا اللافت في الموضوع أنك لم تذكر اسم الرئيس الأمريكي هل من منطلق كونك أنت يعني عارف بأبعاد القانون هناك خشية من المقاضات أو المطاردة القانونية أنك لم تذكر الرئيس الأمريكي في الصراق في صريح العبارة أنا أعتقد أن الكاتب المبدع الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يوصل الرسالة دون ذكر أسماء نعم لأن أحيانا ذكر الأسماء قد يجرك إلى مواقف أخرى يعني قد يتم عليها محاسبة قانونية أو لا لكن احنا يعني الذي دفعني للكتابة عن هذا في هذا الموضوع رسالة إلى عجوز البيت الأبيض دون أن أذكر من هو هذا الشخص لكن كانت الرسالة واضحة نعم احنا يعني حقيقة القضية الفلسطينية بالنسبة إلنا في المملكة الأردنية الهاشمية هي يعني هي بوصلتنا دائما يعني منذ التأسيس ومنذ تأسيس الدولة الأردنية في 1921 نعم كانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي بوصلت كل الأردنيين لذلك يعني إحنا دائما و يعني ونظامنا السياسي يعني الهاشميون هم دائما كانوا مع القضية الفلسطينية وخصوصا جلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب مقولة خيار الدولتين لكن يعني هذا خيار الدولتين طرحه جلالة الملك في أكثر من مكان في في العالم أنت تقصد تقصد دولة الكيان الصهيوني ما يسمى إسرائيل والدولة الفلسطينية خيار آه خيار الدولتين هو العالم كله الآن يقول خيار الدولتين لكنه التطبيق على الأرض التطبيق على الأرض أن إسرائيل كيان استعماري لن يقبل لا بخيار الدولتين ولا حتى بخيار الدولة الواحدة نعم إسرائيل عبارة عن قلعة أنا أجزب أن في إسرائيل ليس هناك سياسيين هناك عبارة عن حكومة متطرفة تتكون من مجموعة مجرمين لا يؤمنون بأي حل سياسي عندما يدعو أحد الوزراء الإسرائيليين بضرب غزة بقبلة نووية يعني موضوع العالم كله للأسف لو كان مسؤول عربي قال هذا أو صرح هذا التصريح ما موقف الغرب تجاه هذا المصرح يا سلام لو فعلا أحد حتى أبسط المسؤولين العرب لو قال بهذه المقولة لقامة الدنيا كلها سيموترش هذا وزير المالية أول مبارح كان عنده تصريح يدعو إلى تجويع وموت أهل غزة قطع الأكل والشرب والمياه عنهم يعني تصور لو أن هذا الرئيس عربي أطلق هذه المقولة العالم كله سيقف على هذا الموضوع منطلق من خلفية دينية تعرف أنت اليهود وكيف ينظرون إلى الشعوب الأخرى وأنه عملية القتل سفك الدماء إلى آخره هذا مباح في الوفق الخلفية الدينية اليهودية في نهاية المقال وجهت سؤالا انتقاديا يعني تقول فهل بعد مزر الدوار النابلسي يبقى الوقت غير مناسب لوقف اطلاق النار أيها المحرض واشتريك في الجريمه أو تخدم أن ما يعزينا أنك بعد عدة أشهر ستذهب إلى مزبلة التاريخ فكيف نحن نعرف الرؤساء الأمريكان بعد أن يتقاعدوا يذهبوا إلى مجلس الشيوخة ومجلس الكونجرس ويبقى هو مستشار إلى آخره فكيف نفهم أنه من أي منطلق يذهب إلى مزبلة التاريخ شوف يعني ما يحدث في غزة هو حرب إبادة وكلها جرائم حرب بكل مكوناتها القانونية هناك مجزرة حقيقية هناك حرب إبادة حقيقية تقوم على التجويع وقتل الأطفال وكل شيء وهذه المقالة كتبت قبل أكثر من ستة أشهر يعني عندما كان الرئيس بايدن سيرشح حال الانتخابات لكنني أنا وكأنه استشراف في المستقبل قلت له ستذهب إلى مزبلة التاريخ لأنك تقول كلام غير حقيقي وغير منطقي عندما قال عبارته الواضحة أن وقف إطلاق النار غير مناسب الآن بمعنى أقتلوا ما أمكن من الأطفال والنساء وأهدموا البيوت هذا هو كان تصريحه أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تشارك في جريمة الحرب وتشارك في حرب الإبادة الجماعية في غزة تشارك بكل معنى وإلا هؤلاء اللي يقتلوا بقنابل أمريكية يقتلوا بسلاح أمريكي لذلك كان أحد هذه المجازر هو دوار النابلسي عندما إسرائيل الإعلام الإسرائيلي دعا الناس إذا بدكوا أكل وشرب أنه ستكون السيارات الإغاثة عند دوار النابلسي وخلوهم يوصلوا وضربوهم بالطيران ويعني شاهد العالم ما شاهد من قتل للأطفال والنساء وجريمة كانت بشعة وهي أحد المشاهد المتكررة يوميا في غزة يعني للأسف اليوم أكثر من خمسين ألف مواطن من المدنيين استشهد في غزة وأكثر من مائة ألف جرحة وهناك عشرة الآلاف تحت الهدم للأسف يعني الإدارة الأمريكية تمعن في الإجرام وفي الدعم ولذلك قلت له ستذهب إلى مذابل التاريخ بمعنى أنك لن تكون رئيسا قادما لأمريكا وربما يكون هذا كان استشرافا للمستقبل نعم حضرتك أيضا كتبت مقال آخر ونشر في جريدة المصري اليوم حمل عنوان الإعلام الغربي يتبنى وجهة نظر إسرائيلية ولا ينظر إلى الحقائق على الأرض نحن لا نستغرب من الإعلام الغربي منذ أن وجد هذا الكيان البغيظ الكيان الصهيوني وطرفت به الدول بأنه دولة الإعلام الغربي هو موجه لخدمة هذا الكيان ضد قضايانا بالمطلق أحيانا ذر الرمات في العيون يتحدث عن مأساة عربية في فلسطين في العراق في الشام لكن لا يذهب إلى أبعد المسافات بحيث أن يخرج أو يظهر الإجرام والصلف الصهيوني دائما يظهر الكيان الصهيوني على أنه يدافع عن نفسه دائما هو المظلوم هناك اعتداءات من العرب تجاه هذه الدولة ما تسمى دولة إسرائيل لا نستغرب هذا الإعلام الغربي لأن تعودنا عليه صحيح لكن سؤالي الآن أين هو الإعلام العربي من هذه القضايا ومن قضايا الأمة كلها لا سيما الإعلام الرسمي شوف يعني خليني أجاوب على الشيء الأول من سؤالك يعني اليوم أنا أعتقد وأجزم بأن القضية الفلسطينية أصبحت على الواجهة السياسية في العالم كله لم تكن في يوم من الأيام القضية الفلسطينية على الواجهة السياسية كما هي اليوم اليوم أنت بتعرف أنه حوالي ست دول اعترفت بإقامة دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية على أرض فلسطين الحقيقة أنه يعني الشق الأول من سؤالك أنه صحيفة اليوم المصري أجروا معي لقاء حول أن هل هناك تناغم ما بين النظام السياسي في الأردن والشعبي وهذا صحيح يعني إحنا يعني جلالة الملك والمملكة الأردنية الهاشمية والنظام السياسي عموما لم يكن في يوم من الأيام إلا مع القضية الفلسطينية ويعني هناك كوادر الإغاثة يوميا مستمرة إلى غزة وإلى الأراضي الفلسطينية هل هناك تناغم؟ نعم هناك تناغم كبير ما بين الشعب والنظام السياسي ولكن كمان يعني وفق إمكانيات المملكة ووفق الحدث حقيقة يعني لكن أنت أمام عدو عدو إسرائيلي عدو غاشم لا يؤمن إلا بالنظرية القلعة أنا أجزب أنه ليس في إسرائيل سياسي واحد كلهم عبارة عن قتلة كلهم عبارة عن مجرمين يعني أعقل أن هناك نظام سياسي يختال شخص سياسي مثل إسماعيل هانية؟ هذا الشخص المعتدل مع من سيتحدثون؟ أنت تقول معتدل هم لا ينظروا إليه على أنه معتدل بل هم يصفوه بالإرهاب أنه هذا يعتبروا أنه مجرم إرهابي يريد يقتل إسرائيلي يقتل إسرائيلي يقتل إسرائيلي يقتل إسرائيلي يقتل عهود إذا العداء معلن في الساحة وأنه هناك نوايا حرب هناك نوايا قتال هناك كذا يجب أن يقتلع الكيان الصهيوني إلى آخره في شعارات السؤال الآن كيف سمحوا للكيان الصهيوني؟ إذا كان بالمناسبة الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة لم يقر بأنه قام بقتل إسرائيلي هنية؟ كيف يسمحوا إذا افترضنا مثل ما روايتهم أنه أيدي الصهايين اختالت سماعي الهنية كيف يسمحوا في عقر دارهم وهم يفترض بلد قوي بلد يمتلك سلاح سلاح مطور إلى آخر كيف يسمحوا أن يقتل ضيف لديهم بهذا الحجم بالله يشوف هو يعني كيف يسمحوا يعني أنا قد أقول لك أن هذا يعني عنوان داخلي في إيران يعني هي التي ستجيب عليه لكن أقول لك أن إسرائيل ليست دولة سلام وليس في الكيان في كيان الاحتلال أي سياسي أو أي حكومة كيفما كانت تسعى إلى السلام هذا معروف أستاذنا معروف دكتور أحمد يعني هذا ليس غريبا ليس جديدا نعم هم عبارة عن أصابة أصابة من المجرمين لكن أنا سؤالي سؤالي أنه كيف لا يحافظ على ضيف مثل أو بحجم إسماعيل هناك ومعروف لأن الكيان الصهيوني أعلن بكل صلافة أنه أوعز إلى الأجزاء الأمنية والمخابراتية في الكيان أن تطارد قيادات المقاومة خاصة قيادات حماس ما أعروف أن هذا الرجل مطارد وهدف من هدف كيان الصهيوني كيف لا يوفره الحماية الكبيرة من أذرع إسرائيل يعني قلت لك أنه يعني الموضوع إحنا ننتظر التحقيقات الإيرانية كيف وتم وكذا يعني هذا موضوع داخلي التحقيقات مختلفة أول مرة لكنه موضوع يعني كبير كبير جدا تضاربت أن يقتل أو أن يتم اعتداء على شخص هو في حمايتك ويعني هذا يعني كثير موضوع مهم كبير معذرة سركم بعد الفاصل دكتور معذرة بعد الفاصل نكمل إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمحامي الأردنية دكتور محمد أبو هزيم عود الإلكتور كنا نتحدث عن كيف قتل واختيل إسماعيل هنية في طهران يعني المفروض أأمن مكان يفترض هكذا من خلال ما معلن من عداء بين النظام الإيراني والكيان الصهيوني وأمريكا يفترض أأمن مكان للقيادة الفلسطينية أو قيادة حماس أو قيادة المقاومة الفلسطينية التي تتعامل مع إيران يفترض أن طهران أو كل أراضي إيرانية أأمن مكان لهم كيف يقتال هناك؟ حضرتك تحدث قلت لحد الآن ننتظر نتائج التحقيقات اختلفت الروايات الإيرانية بالبداية قالوا أنها طائرة صهيونية اخترقت في الأجواء وأطلقت صاروخ وفيما بعد قالوا صاروخ أطلق من بعيد آخر التصريحات أنه لا مقذوف أطلق من مكان قريب يعني من الأراضي الإيرانية طيب هذا الاختلاف في الروايات دولة يفترض بهذا الحجم كما يظهر الإعلام لا تستطيع أن تحدد كيف حدث التفجير وهناك رواية كثيرة تقول أنه عبوة ناسفة زريعات في غرفتي يعني شوف هو الموضوع محرج لإيران وأنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي أراد باغتيال هنية في إيران أن يحرج النظام السياسي الإيراني وإسرائيل دائما معروف عنها هي الدولة المعتدية هي التي تصعد إسرائيل باغتيالها لإسماعيل هنية هي التي فعلا زادت من حدة التوتر وللأسف وللأسف الإدارة الأمريكية تطالب وتواصل التواصل مع الرؤساء العرب بأن لا تتخذ إيران أي إجراء وأن تكون الأمور يعني تطالب بالتهدئة طيب أنا عندي سؤال يعني أنتم بعلمكم تم اغتيال هنية ليش الإدارة الأمريكية توافق على اغتيال هنية إذا أنتم أردتم فعلا التهدئة هم يوحون من خلال الإعلام أنهم لا يعلمون وأن إدارة الكيان الصحيوني لم تعلمهم بهذا الأمر أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية وجهته لهم من البداية ويعني أنا أتابع متابع جيد قد أكون متابع جيد بما معنى طلبت أن الإدارة الأمريكية اغتيال القيادات والتخفيذ من قتل الأطفال طيب الآن حضرتك تقول أن الإدارة الأمريكية تطالب أو تدعو الرؤساء العرب للتدخل للتهدئة وعدم السماح لإيران بأنها يعني توجه رد على هذا ما حدث من اغتيال أو اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل حسب ما يرونهما من قبل كيان الصحيوني هل تعتقد أن إيران سوف ترد ردا مؤذيا بحجم هذه الجعجع الإعلامية أنه قبل أشهر في شهر الرابع في نيسان أنه ردت على قصف القنصلية في دمشق يعني الكيان الصحيوني دمر القنصلية وقتل سبع من الجنرات الإيرانية ردت ردا هزيلا مسرحية ثلاثمائة بين صاروخ بين طائرة مسيرة لم تجرح يهوديا واحدا وللأسف تستخدم الأجواء الأردنية حتى تطلق الصواريخ والطائرات وهي الجبهة السورية والجبهة اللبنانية تحت سيطرتهم لماذا لم تستخدم تلك الجبهات الرد الهزيل الذي حصل في نيسان الماضي زرع صدمة أو كان عبارة عن صدمة أو إحباط عند الذين يرون أن إيران ممكن أن تشكل في معادلة الصراع عنصر قوة أو ضغط على الكيان الصحيوني فهل سيكون الرد مختلفا عن الرد السابق؟ والله أنا أجزم أن مرور حوالي عشرة أيام والمجتمع الإسرائيلي يقف على رجل واحدة نعم وجنرات إسرائيل كلها يقفون على الرجل واحدة انتظارا بالرد هو أكبر عقاب عشرات الآلاف هل رأيتهم أن نواقفين على رجل واحدة؟ الأعلام يقول ونحن نقول الأعلام الغربي كاذب عشرات الآلاف من الإسرائيليين يغادروا نعم إلى أمريكا وأوروبا كل واحد الآن المجتمع الإسرائيلي كل واحد يعود إلى بلده الأصلي اللي يجب من أمريكا يرجع على أمريكا اللي يجب من بولندا يرجع على بولندا اللي يجب من أوكرانيا يرجع على أوكرانيا الآن آلاف هذا أكبر عقاب وهو انتظار فقط هو هذا العقاب؟ لا لا أنا شاهد فيديو لأحد الإسرائيليين يقول من شان الله أين ترح تطلبونا إحنا مش عارفين يعني الآن كل المجتمع الإسرائيلي كل الإسرائيليين في الملاجئ نعم ما خلوش مواد أكل وشرب إلا نقلوها إلى الملاجئ هذا أكبر عقاب لهم هو الانتظار يا دكتور أنا من خلال يعني كوني مختص في الإعلام لا أرى هذا الخوف والقلق عنده مجرد تمثيلية مسرحية يحاولون أن يجملوا وجه إيران طيب يا أخي يا دكتور أنت في حرب يفترض مستمرة من عام 79 ولا حد الآن وتقول إسرائيل عدوي وكذا لماذا تنتظر أنها ترتكب جريمة مثل قتل إسماعين حتى ترد طيب أنت المفروض في حرب تخوض حرب حسن نصر الله تصريح أخير يقول تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل إسماعين المهنية ليس دافعا لأن تقوم إيران بحرب دائمة أو حرب طويلة ما الذي يمنع لماذا لا تقوم بحرب أنت تقولون نحن هؤلاء أعدانا ويجب أن نحرر فلسطين طيب لماذا لا تشنون حربا متواصلة ودائمة يعني أنت تقولون هؤلاء أعدانا وهم يقولون أعدانا ويفترض مينكم حرب شوف أنت صحيح تحكي كلام لكن أنا لا أستطيع أن أجيبك على هذه الأسئلة أنا مش خبير عسكري أنا لا أعرف أنا لا أتحدث عن مجريات معركة ومجريات سوق عسكري أنا أتحدث عن التصريحات السياسية والإعلامية هم يقولون أن الكيان الصهيوني كيان معادي لنا ومعتدي على المقدسات الإسلامية ويجب أن يقتل هذا يجب أن ما الذي فعلته إيران لإسرائيل من عام تسعة وسبعين ولا حد لا يعني أنا يكفي أنا بوجهة نظري أنه هناك حرب مشتعلة لشنه حزب الله يوميا على المستعمرات الإسرائيلية مئات الآلاف من الإسرائيليين الآن ذهبوا إلى داخل فلسطين محتلة وذهبوا لم يعد في كل المستعمرات شمل أي مواطن لأنها أصبحت تحت مرمى حزب الله طيب لبنان كله أيضا في المرمى فهمت كيف يعني أنا أعتقد أنه يعني إسرائيل في ورطة الآن يعني كيف الورطة في ورطة يعني الآن الآن إسرائيل كيان الصهيوني يغتال قيادات سواء كان من إيران أو من حزب الله أو من المقاومة الفلسطينية أعطني قيادي كبير صهيوني اغتالته إيران أو حزب الله عدا المعارك الفلسطينيين طبعا الفلسطينيين يقاتلون وقتال حقيقي الآن يعني على مر الصراع لكن أعطني قائدا معروف قاعد صهيوني اغتاله حزب الله أو إيران من كيان صهيوني يعني هذه تحتاج أنه خبير عسكري يجاوب على مثل هذه الأسئلة يعني أنا قد أجاوبك سياسيا سياسيا أنا بقول دائما نعم أنه يعني يجب أن تكون القيادات السياسية في حماية في أي دولة نعم يعني الآن إسرائيل الكيان الإسرائيلي كان يحاور المرحوم الشهيد إسماعيل هنية في قطر الآن مع من سيحاور نعم أنا أعتقد أن القرار الفلسطيني الآن أكثر استقلالية من الضغوطات العربية التي كانت ممكن تمارس عليه من أجل فك الأسرى الإسرائيليين لذلك أنا أجزم أن إسرائيل الآن الكيان الإسرائيلي الكيان الصهوني ليس لديه وفي حيرة وفي ورطة مع من سيحادث أو سيتحاور هو لا يريد أن يتحاور يتحاور من أجل موضوع الأسرى وهذا يؤكد أن نتنياهو يكذب على شعبه نعم ويكذب على كل أن هناك إطلاق للأسرى هو أكد أنا أعتقد أننا الآن نحن بعيدين عن أي حل هذا ليس غريبا يا دكتور هذا الكيان قائم على أساس كذبة تاريخية وخرافات دينية هذا ليس غريبا هم يدافعون عن خرافاتهم نحن ننتظر كما أنت تنتظر سألنا الرد الإيراني هل تتوقع أنه ممكن يكون الرد مع حقا أو والله يقول لك أنا لست عسكريا والله ما بعرف حجم هذا الجعجة أعلامي أنا ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال لكن حسب وسائل الإعلام أن هناك سيكون رد إيراني سيكون وسيكون أكثر قوة من الماضي هكذا هي وسائل الإعلام سنرى سنرى دكتور مواقع التواصل الاجتماعي أننا نتحدث الآن من الجانب القانوني حضرتك محامي وكاتب وأيضا تكتب مقالات التي فيها انتقاد وأيضا وتراعي موضوع الجانب القانوني مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا ما تشهد انتقادات توجه ضد أشخاص من مختلف الوظائف والانتماعات السياسية والفكرية والدينية ولا نسمع ممن يتعرضون لهذه الانتقادات أنهم يهددون باللجوء إلى القضاء ما مساحة حرية الرأي في هذا المجال في موضوع الانتقاد أي جانب ممكن أن يعرض المنتقد أو الكاتب إلى مسألة القانونية ويعني بدي أن نعرف المساحة التي ممكن يتحرك من خلالها الكاتب أو المنتقد حتى لا يعرض نفسه للمسألة القانونية شوف يعني سؤالك مهم جدا احنا عنا صدر هنا في المملكة الأردنية الهاشمية القانون رقم 27 لسنة 2015 اللي هو قانون الجرائم الإلكترونية هذا القانون يعتبر من أحدث القوانين المستحدثة والتي غلفت بالجرائم الإلكترونية الآن لما صدر هذا القانون في عنا اتجاهين الاتجاه الأول يقول أن هذا القانون فيه تكميم للأفواه والاتجاه الثاني يقول بأن هذا القانون لابد من أن يكون موجودا لتنظيم العلاقات بين الناس وعدم الإساءة للآخرين الحقيقة يعني أنا عندي وجهة نظر أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل أكثر ويحتاج دائما إلى تعديل لأنه إحنا يعني يجب أن تكون هناك مساحة الحرية وسيدنا حكاها أكثر من مرة قال ابن الحرية حدها السماء حتى الله يرحمه الملك حسين الراحل قال أكثر من مرة أن الحرية حدها السماء لكن بشرط أن لا سيئة أن لا نسيئ للآخرين وأنا بقولك بصراحة أنا من كتبت أكثر مرة انتقاد في الحكومات لكن لم أذكر اسم أي شخص إطلاقا يعني أنا كتبت مقالة طويلة عريضة تحت عنوان حكومة تحت التصفي نحن الشعر عندما نكتب قصائد هجاء إلى شخصيات فاسدة لازم ما نذكر الأسماء يعني لا الشاعر يجب أن يذكر كل الأسماء جميل حضرتك عملت في ميدان لأعلام وقمت بإعداد وتقديم برنامج ما بين القانون والسياسة هل يمكن للقانون أن يقيد السياسة أم أن السياسة تروض القانون والله ربما عندي وجهة نظر أخرى أن الاقتصاد هو الذي يقيد كل شيء العالم اليوم من وجهة نظري يقاد من مرفقين نعم المال والإعلام نعم الذي يدير العالم كل اليوم المال والإعلام ولذلك المال هو الذي يدير السياسة ويدير القانون ويدير كل شيء نعم هذا هو الواقع اقتصاد جميل أصدرت عدة كتب تناولت فيها قضايا قانونية مختلفة كان آخرها الخيارات الصعبة ما هي هذه الخيارات؟ قلت لك بأنه أنا عملي الأساسي محامي وأستاذ جامعي وأستاذ قانون لكن حقيقة أنا دائما أكرر أن الإنسان الناجح إذا أراد أن يكون ناجحا يجب أن ينجح في مهنتي أولا ككفائقة قانونية كعلم كإدراك متابعة وتطوير للنفس كتاب الخيارات الصعبة حقيقة وأنا أقول بكل صدق أن هناك مساحة كبيرة من الحرية في المملكة الأردنية الهاشمية أنا أستطيع أن أنتقد أداء الحكومة أنا كتبت مقالة قبل عشر سنوات مقالة أعتقد أنها في أعلى الثقف مقالة عنوانها حكومة تحت التصفي لأن هذه الحكومة أصدرت كثير من القوانين التي هي في نظر كله أجباية نعم وبعد هذه الحكومة بدأت الحكومات السابقة تطبق وتزيد على هذه القوانين وأنا أعتقد أن هذه القوانين كانت سببا كبيرا في رحيل كثير من المستثمرين وتقييد يعني أدت إلى حالة من الاستعصاء الاقتصادي نعم ونحن نعيش الآن فعلا حالة من الاستعصاء الاقتصادي نتيجة كثير من القوانين التي جاءت أعتقد أنها بدون دراسة لذلك كتبت حكومة تحت التصفية بهذا الحكومة من عشر سنوات وللأسف والحكومات الآن كلها مشت بعد هذه الحكومة على أن كل القوانين جباية حتى قانون السير نعم انتقدته وقلت أنه يعني فيه كله جباية نعم والمقال مريع الغنم أيضا يدخل ضمن أنا ضحك عندما قرأت عنوان المقال مريع الغنم مريع الغنم طبعا من نسبة أبناء الريف وأبناء البادية يعرفوا أن هذا الكبش الذي يعزل عن أمه من هو صغير ويترك حتى يسمن والصوف لا يوجز وقرونه أيضا تطول ويصبح هو قائد للغنم لكنه يسير خلف عمار شوفوا الكاتب يجب أن يكون في جوانبه نعم الثقافية والفكرية يعني نوع منها أن يكون ساخرا أن تنتقد شخصيات معينة فاسل بالضبط لكن أنا أوجه هذا الكلام لكن لا أذكر أي اسم ولذلك ما أحدا بقدم ما أحدا يعني ما أقضب حالي بين روسيا منك أن أستفيد نعم أشايف الأعلامي اليوم وأنا كنت أقدم برنامج يعني عندي تجربة أعلامية كنت أقدم برنامج بين السياسة والقانون لكن أنت يعني حتى تكون أنت ما توقع في أي شكال قانوني ما بصير تذكر أي اسم نعم موضوع المريع هو نوع كانت من السخرية عليه بدور في العالم العربي كله الآن يعني إحنا أولا في حالة السعصاء الاقتصادي في حالة السعصاء السياسي الواسطة والمحسوبية سيد الموقف في القطاعين العام والقاص إحنا منقولها على بكل حرية فعلا هناك الواسطة والمحسوبية سيد الموقف لذلك أنا لما قلت مريع الغنم كيف المريع وكيف أنه هذا يعني هو ما له أي دور بس فقط الناس ماشي وراء لأن من يدير المشهد اليوري ينظرون على أنه قائد للأسف أنه من يدير المشهد نعم ليس له علم بتفاصيل هذا المشهد سقط الناس ماشي وراء المشكلة بالناس وبالقطيع أيضا شكرا لك الكاتب المحامي الأردنين دكتور محمد أبو هزيني شكرا لك على هذا العوار الجميل شكرا كل الاحترام والتقدير إليك أستاذ محمد وكل التقدير لهذه القناة المحترمة احنا نعتبر أن يعني أولا قلات الرافدين ونعتبر أن العراق هو يعني البعد الاستراتيجي لنا وكان العراق ولا زال وسيبقى الدولة الشقيقة الأقرب إلى المملكة الأردنية الهاشمية أهلنا وعزوتنا وفزعتنا نحن أمة واحدة نحن أمة واحدة شكرا لك كل الاحترام وكل التقدير شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات جديدة أستودعكم الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة